الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد طبعا احنا عارفين ان ذكر الله عز وجل من افضل الاعمال وان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت فذكر ربنا عز وجل من افضل الاعمال واجل الاعمال وعلشان كده النهاردة في الفيديو البسيط ده ان شاء الله هقول لكم على ذكر عظيم جدا عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مسجدها يعني في مصلاها في المكان اللي هي بتصلي في غرفتها فأم المؤمنين كانت أعدى بتصلي في مكان اللي هي بتصلي في غرفتها وسيدنا النبي ادخل عليها بعد صلاة الفجر ثم تركها وجاء إليها في وسط النهار كلمة وسط النهار دي كناية عن طول الوقت يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح دخل عليها فوجدها في مصلاها تذكر الله عز وجل ثم خرج من عندها وعاد إليها بعد مدة طويلة من الوقت فقال لها أما تزالين على تلك الحالة أو ما زلت على تلك الحالة يعني أنت فضلت على نفس الحالة اللي نستك عليها تذكر الله عز وجل قالت نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما إياها ومعلمنا بعدها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتي لو وزنت هن يعني أنا قلت بعدك أربع كلمات وكررتهم ثلاث مرات لو الأربع كلمات دول لنا قلتهم ثلاث مرات حطناهم في كفة واللي انت في ضلت تؤلي طول الوقت ده كله في كفة الكفة بتاعت أنا تربح طب إيه هما فقال لها صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك إياها قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكررها ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مدد كلماته أو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته احفظ الحديث دمعايا واحفظ الذكر الجميل دمعايا هؤل هو لك كمان مرة وحاول تكتبه أو تحفظه ورايا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته تقول الدعاء اللي على بعضه ده تكرروا ثلاث مرات الدعاء ده فضل عظيم جدا لدرجة أن الدعاء ده أفضل مما قالته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في المدة الطويلة اللي أعدت تذكر فيها الله عز وجل يعني أعدت تذكر ربنا عز وجل ولو يكن مثلا ساعة من النهار الساعة دي كلها في الحديث اللي أنت بتكرره أو في الدعاء والذكر الجميل اللي أنت بتكرره ثلاث مرات ده فحاولوا أنكم تحفظوا الدعاء والذكر الجميل جدا ده والأفضل من ذلك أنكم تعرفوا للناس عن طريق أنكم مثلا تشيروا الفيديو ده أو أنكم تعلموا حد وتقولوله سيدنا نرسى صلى الله عليه وسلم حدث كذا وكذا وكذا ثم قال كذا وتذكروا له هذا الذكر الجميل فحاولوا أنكم تشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا لكل الناس وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد لا تنسونا من صالح دعائكم ودمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر